أيها الجمع المبارك نشرف الآن بالاستماع إلى الخطاب السنوي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود لأعمال السنة الرابعة من الدورة السادسة لمجلس الشورى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام الرسول الله الأخوات أضمن الشورى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعمل الله تعالى نفتتح أعمال السنة الرابعة من الدورة السادسة لمجلس الشورى استردنا الله سبحانه أن يبارك في الجهود ويجعلها خرصة لوجه الكريم شاكل للمجلسكم ما قام به من أعمال وما اتخذهم من قرارات لقد قامت دولتكم أن كتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وتشرفت بخدمة الحرمين الشريفين وقاصديها وشاهدت من تأسيسها لحيمة وطنية شاهدت بها الجميع واستمرت عاجلت على التطور واستمرت على التطور والنماء في وطيرة متصاعدة رغم التقلبات الصدية والدولية أيها الأخوان أخوات إذا راكم من حكومتكم أن الإنسان السعودي هو هدف التنمر الأول فقد واصلت حماماتها بإغطاءات الصحة والتعليم والإسكان والتوظيف والنقل واقتصاد ويرها هو فرد لها الدعم غير المحدود المادي والبشري والتنظيمي ويأتي عادة تنظيم وجد دعم لسنة التنمية وصرت المملكة في سياتر خارجية على المبادية الثابتة المتدمة بالمواثق الدولية المدافع عن قضايا العربية والإسلامية الرامل لما حاربة إرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار في العالم السعي لا تؤتو حيث الصفور للمجد المخاطر والتحديات التي تحويد بالأمتين العربية والإسلامية وفي خطاب الموزع عليكم استعرضوا لسياتة الدولة الداخلية والخارجية ومحقاتهم من جداد أسأل الله عز وجل أن يفق جميعا لكل خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة